بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد رح نستكمل شرحنا لمادة البيو كيمستري احنا بالمحاضرة الماضية حكينا الكربوهايدريتس أو الشوكارز أو السكريتس السكريات عادي اللي اخذناهم بالتوجيه يا جماعة ما نخاف يعني أنا بدرس مادة التوجيه نفسه نفسه يعني ما رح يصير في عليها تغيير حكينا في عندنا سكريات عادي ثنائية متعددة المونوسكرايدس بتكونهم من واحدة واحدة المونوسكرايدس من واحدتين المونوسكرايدس من أكثر من ثلاث وحدات ولكن ضفنا لكم معلومة بالجامعة أنه الأوليقوسكرايدس الأوليقوسكرايدس ثلاث وحدات إلى عشر وحدات بنائية أكثر من عشر وحدات بنائية بتكون المونوسكرايدس تمام تمام يجينا حكينا المونوسكرايدز والدايسكرايدز وليغوسكرايدز وليسكرايدز حلو بعدين يجينا على المونوسكرايدز على السكريات الأحادية تمام حكينا رح ناخذ السكريات الأحادية حكينا السكريات الأحادية ممكن نصنفها حسب عدد ذرات الكربون سكر ثلاثي رباعي خماسي سداسي تمام حكينا يعني تريوز من ثلاث ذرات كربون السكر أحادي من ثلاث ذرات كربون يعني مونوسكرايدز من ثري كربون السكر الثنائي اللي هو دايساكرايتز بتكون من عفوا سكر رباعي من يعني فور كاربونز من سميه تيتروز سكر خماسي بنتوز يعني المونو ساكرايتز بنقدر نقسمهم حسب النمبر of كاربونز إلى تريوز تيتروز بنتوز هيكسوز بلا 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 تمام تمام طيب السكريات هاي الأحادية قسمناها ايضا لا الدوزز و كي توزز يعني سكريات الدهايدي وسكريات كيتونيني اللي كان بالبداية سيده بالبوند أو وهانة أتش وتكمل هذا الدهايدي لأنه في مجموعة الأل دهايدي بينما اللي كان هيك سيده بالبوند أو تمام وكمل هذا السكر كيتوني لأنه في مجموعة الكيتوني حلو حلو اها يعني بدك تحكي بمعناء OR أخر المونو ساكرايدز بنقسم حسب ذرات الكربون المكونة لهم إذا ثلاث تريوز إذا أربعة تيتروز إذا خمسة بنتوز إذا ستة هكسوز وممكن نقسم المونو ساكرايدز إلى السكريات السكريات كيتوني ويجينا أخذنا أمثلة على السكريات الأحادية أو على المونو ساكرايدز حكينا في عندنا جلوكوز غالكتوز فراكتوز هيك كانوا يحكو لكم بالتوجيه وسكتوا تمام او حكو لكم بالتوجيه انه المونوسكرايت او سكريات الاحادي سكريات سداسية الكربون وخماسية الكربون يعني هيكسوزز وبنتوزز وعطوكو على الهكسوزز غلوكوز وغالكتوز فراكتوز وعطوكو على البنتوزز او السكريات الخماسية سكر الرايبوز تمام تمام نفس الاشي يا جماعة نفس التوجيه ولكن بدنا نضيف معلومة اللي هو السكريات السداسية من نضيف سكر المنوز تمام تمام ويجينا حكينا انه الجلوكوز هيك رح يكون شكله C ده بالبوند O H تمام C C C C C C واحد 2 3 4 5 6 7 طيب هو السداسي فمنحذف آخر C تمام حكينا كل الOH موجودين على اليمين مع عدل OH على الكربونة رقم 3 موجودة على اليسار هون H2OH حلو حلو ويجينا حكينا بعدين الجلوكوز نفس الجلوكوز ولكن الكربونة يعني الكربونة عفوا الكربونة اللي بعد الكربونة رقم 3 أيضا الOH موجودة على اليسار فهيك كان ايش الجلوكوز اهو بعدين يجينا حكينا المنوز نفس الجلوكوز ولكن الOH اللي قبل الثلاث أيضا موجودة ايش نحو اليسار تمام فهذا منوز بعدين يجينا حكينا هاي سكريات السداسية والالدهاي دي بعدين سكر سداسي اللي هو الفركتوز ولكن مش الديهايدي كيتوني حكينا هو كيف صيخته بتكون كونه كيتوني ست ذرات كربون هو كيتوني وبعدين نفس الكلوكوز تمام يعني هون H2OH هون H2OH نفس الكلوكوز يعني كل الOH نحو اليمين مع عدل كربوني رقم ثلاث الOH نحو اليسار صح صح إذن خلصنا الكلوكوز والقالكتوز والمنوز والفركتوز بعدين يجينا على سكر الريبوز اللي هو سكر خماسي الكربون يعني Pintose وهو أحادي يعني Monosaccharide يعني الريبوز هو Monosaccharide ويتكون من خمس ذرات كربون إذن هو Pintose وهو سكر الديهايدي إذن Aldose إذن الريبوز سكر الريبوز هو سكر Monosaccharide سكر أحادي Aldose سكر الديهايدي يعني هيك بتكون صيخته خمس ذرات كربون ثلاث أربعة خمسة هيك بتكون صيخته سكر Monosaccharide سكر الديهايدي من خمس ذرات كربون واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة صح صح الآن بمحاضرة اليوم فقط رح نتكلم عن بعض الأشياء من أهمها المركبات الحلقية أها كيف يعني الحلقية صح هكو لكم بالتوجيه إنه هذا المركب السلسلة نقدر نحوله لحلقة تمام وأنا رح أجي أحول لكم يا الحلقة وحكو لكم إذا بتكون تميزوا بتيجوا على الكربون رقم أربعة إذا الأو أتش لفوق بتكون غالكتوز إذا الأو أتش لتاعت بيكون غلوكوز نفس الإشي يا جماعة المركبات الحلقية تمام المركبات الحلقية كيف يعني المركبات الحلقية حكينا يعني السلسلة هاي سلسلة الغلوكوز رح أجي أحولها لإيش لحلقة غلوكوز تمام لإيش لحلقة غلوكوز هاي بس بشكل مبسط الآن السؤال ليش حولت لحلقة غلوكوز إذا بتتذكروا كل هاي السكريات اللي حكينا هاي عبارة عن سكريتهم السوداسية الكربون يعني لو أجي أحكي لك شو صيغة الغلوكوز بتحكي لي C6 H12 O6 لأنه حكينا الصيغة العامة للسكريات الأحدية CH2O BiN حيث N number of carbons تمام CH2O الكل BiN أوكي لو صيغة الغلوكوز والقالكتوز والفركتوز والمنوز كلهم نفس الإشي C6 H12 O6 كيف تدي أميز بينهم عن طريق الحلقة Cyclic Compounds كيف Cyclic Compounds رح نيجي على الغلوكوز هاي الغلوكوزها هاي 1 2 3 4 5 وهاي 6 هو سكر ألديهايدي إذا C double bond O هاي H هون بالأخير H2 O H كل الOH نحو اليمين مع عدل OH رقم 3 هاي الOH رقم 3 نحو اليسار هاي الOH يمين تمام هاي الOH يمين بعدين إيجينا حكينا إيش عبي هايدروجينز تمام مكان الفراغة اللي ظلوا عبي إيش هايدروجينز رح عبيهم بالأسود علشان النسق يظل ماشي أموره تمام هاي أتش هاي أتش وهاي هون أتش شو اللي بدي يصير بس إنه بدي أحوله لحلقة لصايكليك كومباونت لمركب حلقي وكيف يكون ذلك كالتالي بكل بساطة 1-2-3-4-5-6 تمام بكل بساطة 1-2-3-4-5-6 بكل بساطة رح أجيب الكربونة رقم 1 أربطها بالكربونة رقم 5 كربونة رقم 1 بالكربونة رقم 5 فشو رح يصير رح تكسر هذه الرابطة وهاي الأول الوحيدة الحزينة رح تأخذ H من هون يوم تأخذ H من هون هاي الأول ايه بتولع معها فقدت رابطة شو بتعمل؟ رابطة ثنائية تمام؟ عفوا بتعمل رابطة مع مين؟ مع السي هاي ياريت تكون وضحت بكل بساطة أنا بدي أجي أعقف هاي مع هاي حلو؟ فبتظل هاي طالع بر السلسلة يعني هيك السلسلة هتكون هيك ها طبعا عادي إنه مش فاهمين لحد الآن هيك هاي واحد هاي الكربونة رقم 1 يجي تربطتها بالكربونة رقم 5 تمام؟ طبعا الكربونة رقم 1 مربوطة بباقي السلسلة الكربونة رقم 5 شو طالع منها؟ الكربونة رقم 6 صح؟ صح؟ بكل بساطة يوم هاي بتهاجم هاي يعني هاي الكربونة تهاجم هاي الكربونة شو اللي بصير؟ تكسر هذه الرابطة الأو صارت حزينة خسرت رابطة شو بصير؟ تكسب H يعني بتصير OH هاي الأو فقدت هاي الأو وأعطتها لهون شو بصير فيها؟ بتها رابطة بسرعة بايش مع مين بتعملها؟ مع السي يعني كالتالي هاي الكربونة رقم 1 تمام؟ هاي الكربونة رقم 1 تمام؟ تمام؟ أنا بدي أربطها مع الكربونة رقم 5 طبعا قبل أنه بدي أربطها مع الكربونة رقم 5 هاي الكربونة رقم 1 صح؟ صح؟ يوم هاجمت هاي الكربونة انكسرت هاي الرابطة يعني صار عندها رابطة ايش؟ اوكي عفوا الكربونة هاي ياس اوكي انكسرت هاي الرابطة واكتسبت اتش فصارت ايش او اتش تمام يعني هاي السي ارتبطت بمين ارتبطت ب او اتش حلو حلو طبعا وهاي الكربونة لسه مرتبطة بواحد وثنين وثلاث واربعة يعني هاي بدي اربطها هاي واحد هاي بدي اربطها بالكربونة رقم اثنين ورقم اثنين مربوطة بالكربونة رقم اربعة عفوا ثلاث الكربونة رقم ثلاث مربوطة بالكربونة رقم أربعة والكربونة رقم أربعة مربوطة بالكربونة رقم خمسة والكربونة رقم خمسة على هالكربونة رقم ستة تمام تمام احنا عكينا هاي يوم هاجمت هاي انكسرت هاي الرابطة والأو اكتسبت أتش فصارت أو أتش طيب انت حكيت لي انه هاي الأتش منحت لهاي الأو وهاي الأو صارت وحيدة شو بتتعمل رابط عم عمين مع الكربونة رقم واحد إذن هاي الكربونة اللي هون الأو اللي هون هاي الأو أج صح أعطت للأو هاي أج صفت أو لحالها مع مين بس ترتبط مع الكربونة رقم واحد ففورا ارتبطت مع الكربونة رقم واحد تمام تمام حلو الآن شو بدنا نعمل تمام الآن شو بدنا نعمل بدي أزبط الحلقة تمام بدي أزبط الحلقة احنا حكينا هاي الكربونة رقم واحد مرتبطة بالكربونة رقم اثنين مرتبطة بالكربونة رقم ثلاث مرتبطة بالكربون الرقم 4 مرتبطة بالكربون الرقم 5 و 5 مرتبطة بال6 صح؟ صح الآن شو اللي بدي أعمله؟ وهنا حكينا قصة كيف ترتبط ال-O مع هاي وهاي بتصير وهاي صار عندها إيش؟ OH تمام؟ صار عندها OH تمام تمام الآن شو اللي بدي يصير؟ اللي بدي يصير إنه كل إشي يمين يعني الآن أنا خلص أعطيت الهيكل الرئيسي بعدين الآن دي أصير عبي ذرات أي إشي على اليمين رح يصير لتحت أي إشي على اليسار رح يصير لفوق ما فهمت الآن بالزمن هذا الناس اللي ماشي يمين للأسف منبوذين لتحت والناس اللي ماشي شمال هم اللي يعني لهم الشو لهم الحياة حاليا بهذا الزمن للأسف يعني بدك توصل لي إنه أي إشي يمين رح يصير لتحت أي إشي يسار رح يصير لفوق حلو حلو بحكي لك صح تعال طبق الكربون رقم 2 الoo H يمين ايذن لتحت هاي الكربون نطمع لرقم 1 رقم 2 card 2 card 3 card 3 card 4 card 4 card 6 اذا لتحت اذا الoo H لوين لا تحت هاي الoo H لتحت حلو حلو الكربون رقم 3 الoo H لوين على اليسار اي اشي لليسار رح يكون لفوق هاي لفوق هاي oh الكربون رقم 4 الoo H–� H وين نحو اليمين واليمين لتحت اي اشي يمين لتحت اي اشي يسار لفوق فاربعة في علها ايش او اتش لوين لتحت خمسة هاي خمسة هاي ال او تبعتها هاي ال او هاي ال او تبعتها طب فقدت اتش اه ما هي رتبطت مع الكربونة هاي ظل مرتبطة مع الكربونة هاي اللي هي اربعة ايوه هاي ضهية مرتبطة مع الكربونة اربعة مرتبطة مع الكربونة ستة اوكي ظل بتها رابطة اللي هي اتش تمام هاي اتش الان الاتش ايش بتكون لتحت هاي الاتش لتحت تمام حلو طب شو رأيكم بعد ما عرفنا شو نعمل نرتب السايكليك اكثر كيف يعني نرتب السايكليك اكثر يعني بكل بساطة احنا في عندنا كان هون ايش تمام كان في عندنا بكل بساطة هون كان الكربونة رقم واحد صح ولا مش صح هون الكربونة رقم واحد هون الكربونة رقم اثنين هون الكربونة رقم ثلاثة هون الكربونة رقم اربعة هون الكربونة رقم خمسة اه وين السادسة السادسة ظهيل مرتبطة بخمسة هون تمام سي اتش تو او اتش الان نيجي نقول السي الاولى كان في عندنا او اتش يا ترى على اليمين ولا على اليسار ايه او عفوا لتحت ولا لفوق مبدئيا نخليها لتحت الآن بفهمك شو قصتها تمام تمام طب تحكيلي OH لتحت وهي مرتبة برابطة هون ومرتبة برابطة هون ومرتبة برابطة هون بيضلبتها رابطة بحكيلك عادي حط H عبي H كربونا رقم 2 الOH نحو اليمين إذن بتصير هنا إيش لتحت بتصير هنا لتحت طب بيضلبتها H عادي تفوق تمام طيب الكربونا رقم 3 الOH نحو اليسار وأي إشي لليسار الآن للأسف أصحاب اليسار كلهم فوق في هذا الزمن فاليسار بتصير فوق هاي اليسار هاي بتصير فوق هاي OH بيضلبتش لتحت الكربونا رقم 4 يلا لحالكم الكربونا رقم 4 الOH لوين نحو اليمين أي إشي لليمين رح يكون لتحت هاي الOH نحو اليمين إذن صارت لتحت أوكي بيضلبتها H بتكون لفوق خمسة بيضلبتها H اللي هي لتحت تمام تمام وهونا 6 كربون أو الكربون رقم 6 تمام تمام آها حلو طيب أوكي هذا الشكل السايكليك للغلوكوز وكيفية عمله تمام تمام هذا إيش اسمه غلوكوز حولنا لصايكليك لغلوكوز حلو حلو طيب شو رأيكم نيجي نحول القالكتوز يس بكل بساطة هاي القالكتوز سداس الكربون هاي 3 4 5 6 أوكي دبل بوند أو هوا سكر اللي هايدي دبل بوند أو هون أتش جميع الأو أتش نحو اليمين هاي الأو أتش نحو اليمين هو زي القلوكوز شو يعني زي القلوكوز يعني جميع الأو أتش نحو اليمين مع عاد الكربون رقم 3 نحو اليسار ولكن القالكتوز حكينا أيضا رقم 3 ورقم 4 بتكون أيضا يعني رقم 3 وما بعدها قلة ما بعدها تمام اللي قلوكوز نحو اليسار ونبلش نعبي أتش 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 بدنا نحاوله لشكل حلقي ايه تعلمنا خلص كربونة رقم 1 بتتهاجم الكربونة رقم 5 كيف بتصير خلص حفظناها جيب هاي الأولة هون حط هاي الأولة هون هاي الأوم مرتبطة بكربونة رقم 5 تمام ومرتبطة بكربونة رقم 1 تمام هاي 5 تمام هاي الكربونة رقم 5 هاي الكربونة رقم 1 هاي الكربونة رقم 1 مرتبطة بالكربونة رقم 2 الكربونة رقم 2 مرتبطة بالكربونة رقم 3 الكربونة رقم 3 مرتبطة بالكربونة رقم 4 تمام والكربونة رقم 4 تمام مرتبطة بمين بالكربونة رقم 5 والكربونة رقم 5 مرتبطة بالكربونة رقم 6 تمام تمام اذا عرفنا كيف نعمل السايكل اي اشي نحو اليمين لتحت اي اشي نحو اليسار لفوق اها يلا منبلش نعبي هاي كتسبة او اتش تمام مبدئين خلوها لتحت لانه هاي ممكن تكون لتحت وممكن تكون لفوق بتكون الاختلاف بينهم الفة و بيتا اذا لتحت بتكون الفة اذا لفوق بيتا الان باجي افصل فيها فالكربونا رقم واحد انسوكم منها الكربونا رقم اثنين طبعا هاي هون واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة اوكي كربونا رقم اثنين الو اتش لوين لليمين هايهاة كربونا اله على اله هو ALيسار إذا السابق الكربونة 5 هي مرتبطة لفيق طباء الهيدرجين الهي الدرجين لم يصفا لها مكان غير التحت الآن عبي الهي الدرجين هذا الجالكتوز لذلك تتذكر يوم حكولكم في التوجيه بتيجوا على الكربونة رغم اربعة إذا الأو أتش لتحت بتكون غلوكوز إذا الأو أتش لفوق بتكون غالة للأعلى غالكتوز هاي هي أصلها إنو حولنا السلسلة لصايكليك بس تمام تمام طب شو رأيكم نيجي نزبط الصايكليك كيف يعني نزبطها يعني نخفي كربونات ما بدنا كربونات هيك عاجقات البلد تمام تمام فبكل بساطة حلقة بتصير تمام حلقة كيف الحلقة حكي نجيبوا هاي الأو اربطوا عفوا اربطوا هيك هاي الأو هاي مربوطة هيك هاي رابطة هيك تمام ما زبطت رح أعيدها على السريع هاي او هاي هيك هاي هيك وهيك 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 تمام تمام يعني بدنا نحاول نزبطها قدر الامكان تمام تمام حكينا هاي الكربونات رقم واحد هاي الكربونات رقم اثنين ثلاث اربعة خمسة اه ويني السادسة السادسة حكينا مربوطة على الكربونات رقم خمسة هاي الكربونا رقم ستة الكربونا رقم واحد حكينا الو اتش اما بتكون لتحت اما بتكون لفوق باختلف النوع الى الف و بيتا الان منيجي منفصل فيها كلهم حكينا كلهم على اليمين ما عدا ثلاث واربعة بالقلاكتوز تمام هذا القلاكتوز تمام كلهم وين بكونوا لتحت ما عدا ثلاث واربعة على فوق هاي او اتش لفوق هاي او اتش ده فوق والبقية او اتش كونهم على اليمين فيصبحوا لتحت تمام وهون بصفي عندنا ايش اتش الان عبي اتشات هاي اتش تمام هاي اتش وهي اتش وخلصنا تمام اوكي خلصنا اذا هذا هو الشكل الحلقي طبعا مش بيرفكت يعني ممكن نلاقي حلقة احسن منها تمام لو كانت هيك مثلا حلقة احسن منها تمام تمام ولكن يعني هذا اللي طلع معي بالرسم اوكي اوكي هذا القلاكتوز الحلقي وعرفنا كيف حولنا فقط هاي هاجمت هاي بكل بساطة جيب هاي الاكسجين حطها هون وربطها مع الكربون رقم واحد وكمل الكربون رقم واحد مع ايش مرتبطة مع واحد اثنين ثلاث او عفوا مع اثنين وثلاث واربعة تمام الحد اربعة وهاي الاوم عمين مرتبطة مع خمسة وخمسة مرتبطة مع اربعة وخمسة مرتبطة مع ستة حلو حلو اي اشي نحو اليمين للأسف لتحت واي اشي نحو القسار للأعلى تمام تمام حلو اذا هذا الشكل الحلقي القلاكتوز اذا الان عيب ما نقدر نحول المنوز مثلا هايها المنوز اللي هو عبارة عن سداس الكربون تمام هاي ثلاث اربعة خمسة ستة هو سكر الديهايدي يلا مع بعض مونوساكرايتز الديوز هيكسوز تمام سيدابل بونت اتش بالاخير اتش تو او اتش هون كلياتهم الو اتش نحو اليمين زي الكلوكوز تمام ما عدا رقم ثلاث لانه زي الكلوكوز وحكينا المنوز رقم ثلاث وما قبله يعني رقم اثنين بتكون الو اتش ايضا على اليسار هاي اتش على اليسار وبلش ايش بلش عبي هايدروجين هاي هايدروجين 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 بعدها ايجينا حكينا رقم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة حكينا حولي لحلقة الاولى بتهاجم الخامسة كيف ده سهل عحالي هاي الاو بجيبها لهون تمام بجيبها لهون هاي الاو رح ترتبط بمين بالسي تمام ورح تظلها مربوطة بالخامسة يعني رح تظلها مربوطة بالخامسة كالتالي هاي خامسة تمام هاي الكربونة رقم سي خمسة تمام الكربونة رقم خمسة حكينا مربوطة بسي اتش تو او اتش الكربونة رقم ستة وحكينا الاو هاي رح ترتبط بالكربونة رقم واحد تمام الكربونة رقم واحد رح تظل مربوطة باللي هي مربوطة فيهم اللي هي رقم اثنين سي اثنين سي ثري سي فور وC4 لاحظوا إنها مرتبطة بخمسة منكمل هاي C4 مرتبطة بC5 هاي طبعا ستة تمام تمام أي إشي نحو اليمين بيكون لتحت يعني الOH على الكربون رقم أربعة كونها على اليمين وعلى الخمسة كونها على اليمين بيصيروا لتحت عفوا على الكربون رقم أربعة فقط لتحت البقية موجودين نحو اليسار إذن لفوق إذن هاي الOH لفوق هاي الOH لفوق هسا بيجي واحد بحكي لي إيش دكتور ما هو يوم هاي هجمت على هاي هاي انكسرت الرابط أو الOH هاي اكتسبت H وصارت OH أحطها لفوق ولا لتحت بحكي لك اصبر الكربون رقم واحد اختلاف مكان الOH بعطينا الف وبيتا تمام فما بدأينا اعتمد انها OH تمام تمام حلو آها طيب شو رايكم نزبط الحلقة أوكي ما عندنا مشكلة من زبط الحلقة بكل بساطة هي نفس تمام هي نفس إذا بتلاحظوا هي نفس هاي الحلقة تمام هي نفس هاي الحلقة ولكن ايش اللي بيختلف عفوا أوكي نفس هاي الحلقة ولكن ايش اللي بيختلف حكينا الOH رقم 3 على اليسار اذا للاعلى اذا كيف تصير تصير هيك ال 했 هون و ال ح هون ليش لان الكربونة رقم 2 و3 الواتش للاليسار واي اشي لليسار رح يكون للاعلى هاي الواتش للأعلى هاي الواتش للأعلى والبقي الواتش تبعهم لليمين فرح يظل للاسفل هل الكربونة رقم 4 نحو اليمين اه اذا منعدلها للاسفل بتصير هاي وين بالمنوز باليس بالمنوز تمام تمام فنتأكد اي اشي نحو اليمين رح يصير لتحت على 4 وعلى 5 5 على 4 الو اتش نحو اليمين لأنها خمسة ربطت على 4 الو اتش نحو اليمين هاي على 4 الو اتش نحو اليمين صارت لتحت و 2 و 3 كونهم على اليسار صارت الو اتش لفوق 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 تمام تمام اوكي شو الان دي صير منه نسميه هذا هو المنوز تمام هذا هو المنوز وهذا السايكلك شي بلاقي له طب حلو شو رايكم نيجي نحول الجلوكوز او عفوا الفركتوز نحول الفركتوز ليش لا هاي الفركتوز سكر مونوساكرايت هيكسوز كيتوز سداسي كربون كيتوني حلو حلو هاي كربوني هاي كربوني هاي كربوني هاي كربوني وهاي كربوني يعني رقم 1 2 3 4 5 6 حلو حكينا هو سكر الديهايدي كيف يعني عفوا كيتوني سيدة بالبوند او اها وبالبداية اتش 2 او اتش حلو وبالنهاية اتش 2 او اتش ونفس الجلوكوز يعني كل او اتش نحو اليمين ما عدا ثلاث نحو اليسار بعدين بعدين منبلش نعبي اتش منبلش نعبي اتش تمام تمام هذا مين رقم لي يا بالله اوكي واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة الان بكل بساطة تمام رح يصير الشكل النهائي للحلقة هيك تمام طب وهنا فيه كربون يطالع وهنا فيه كربون يطالع اها شو اللي صار شو اللي صار اللي صار كالتالي احنا كنا زمان الكربون اللي عليها المجموعة الوظيفية سيدة بالبوند او هي اللي تهجم على رقم خمسة الان مين اللي عند المجموعة الوظيفية رقم اثنين اذا هي اللي رحته جمعة رقم خمسة طب ربط لهاي مع هاي شو رح يظل طرفين طالعين اللي هو الستة وواحد طيب هاي واحد مثلا وهاي ستة حلو هاي الطرف هاي الطرف وهاي ربطت مع هاي يوم ايجت هاي تربط مع هاي هاي كسرت الرابطة اكسبت ه تمام وهاي صارت الو لحالها شو بتتعمل بتربط مع هاي يعني هاي الو هذا هي رابطة مع خمسة ورابطة مع واحد خمسة طالع منها تفرع تمام ورقم اثنين هاي اللي صار عليها او اتش طالع منها تفرع اللي هو رقم واحد تمام تمام فبكل بساطة اللي صار انه اثنين هاجمت خمسة اكسب رابطة حط اتش وهاي الو صارت فاضي مع منها ترتبط مع اثنين كيف ده سهل احالي بكل بساطة بجيب هاي الو اللي هون هاي الو اللي هون لعند ذر رقم رقم خمسة هاي الو بربطها بالكربون رقم واحد سي ون بربطها بالكربون رقم سي ايش سي فايف صح ولا لا صح هاي رقم هاي الو مرتبطة برقم خمسة ورح ترتبط بثنين اذا هاي كربون رقم اثنين حلو الان الكربون رقم اثنين بايش مرتبطة بثلاث واربعة يعني بثلاث هاي سي ثري وهاي سي اربعة وسي اربعة مع من مربوضة نسينا البرانش تبعها هذا فمنحط هذا البرانش يعني هيك رح تصير سي تو مرتبطة مع سي ثري سي ثري مرتبطة مع سي فور و سي فور مرتبطة مع سي فايف يا رب الامر تكون واضحة و سي فايف بيكون الها البرانش هذا السادس هاي البرانش السادس طبعا سي تو ايضا بيكون الها برانش تمام تمام فهنا بيكون فيه سي اتش تو او اتش وهنا سي اتش او اتش اي اشي نحو اليمين بصير لتحت يعني على الكربونة رقم اربعة وعلى الكربونة رقم اوكي على الكربونة رقم اربعة الو اتش نحو اليمين فهي الاربعة الو اتش بتصير لتحت بصفي H لفوق تمام تمام الكربونة رقم 5 كربونة رقم عفوا الكربونة رقم 2 أوكي صاح الأو هاي انكسرت الرابطة وصارت OH تمام هاي الأو أتش لتحت هاي الأو أتش إيش لتحت أوكي هاي الأو أتش لتحت بعد ما صارت الأو أتش لتحت C3 الأو أتش على اليسار إذن هي الوحيدة اللي بتكون لفوق وبصفي H لتحت طبعا بالوزارة زمان بالتوجيه حقولكو أنه بلش ورقمه من هون هاي واحد طبعا هاي أيضا هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هيك حقولكو أربعة خمسة ستة صح ولا لا صح احنا اليوم بدنا نحكس كيف يعني بدنا نحكس يعني بدنا نعدك التالي واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة ستة يعني عكس الوزارة زمان تمام هل بتفرق لا ما بتفرق طيب كيف يعني رح يصير الشكل النهائي الأرتب هاي الأو تمام رح ترتبط بالكربونة هاي هاي الكربونة رح ترتبط أيضا بالكربونة هاي الكربونة بالكربونة رقم رح ترتبط بالكربونة رقم خمسة كربونة رقم خمسة رح ترتبط بالكربونة رقم أربعة تمام تمام وهنا في عندنا برانش تمام وهنا في عندنا برانش اللي هي سي أتش تو أو أتش سي أتش تو أو أتش جميع الأو أتشات نحو اليمين إذن نحو الأسفل ما عدا الكربونة رقم ثلاث هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث أربعة خمسة ستة طيب الأو أتش الأو أتش كلهم على اليمين إذن كلهم لتحت تمام كلهم لتحت ما عدا لك ذرة الكربونة رقم ثلاث وين رقم ثلاث هايها الأو أتش على اليسار بتصير لفوق تمام هاي أو أتش هاي أتش تمام بينما هون هاي أتش هاي أو أتش الأو أتش الأو أتش على اليمين بتصير لتحت تمام تمام أوكي وعلى الكربونة رقم ثلاث هون بصير أو أتش لتحت طب بصير تكون لفوق طبعا بصير تكون لفوق بس هذا الشكل بسمو ألفة واللي فوق بسمو بيتا تمام حكينا الكربونة هاي الآن من يجي نحكي عنها تمام وهاي الكربونة إيش بيضل عندها الكربونة أتش زمان كانوا يحكو لكم بتوجيه العكس إن هون واحد هون هون ثنين هون ثلاث هون أربعة هون خمسة هون ستة وبتصير الرقم ثلاث الأو أتش هي هون اللي بتصير فوق عادي ما بتفرق تمام عادي ما بتفرق لأنه الترقيم من الكربون الأقرب لمجموعة الكربوني يعني إما هاي وإما هاي بالوزارة زمان كنتوا تأخذ هاي لا إحنا اليوم بالجامعة هون رح نأخذ تمام طيب الآن شو اللي رح نعمله الآن فهمنا كيف نحول من سلسلة إلى سايكليك عرفنا شلون يحول من تشين إلى سايكليك تمام تشين إلى سايكليك لالقلوكوز والقراكتوز والمنوز والفراكتوز طيب دائما كنت تحطها لتحت ليش بتقدر تفسرلي بحكي لك عادي ممكن تحطها لفوق تمام كيف يعني ممكن تحطها لفوق شو اللي بيصير الآن بدي أحكي لكم شغلة إذا كانت الو أتش على الكربوني رقم واحد لتحت بيكون اسم المركب ألفة يعني هذا فراكتوز والو أتش لتحت على الكربوني رقم هاي الكربوني هاي بيكون ألفة فراكتوز طيب هون على الكربوني رقم واحد منيجي الو أتش لتحت إذن ألفة ألفة إيش إذن ألفة غلوكوز طيب منيجي هون الو أتش لتحت إذن ألفة ألفة غلوكوز الو أتش لتحت ألفة ألفة إيش عفوا ألفة هون غالكتوز هون لتحت إذن ألفة ألفة إيش من نوز من نوز تمام تمام ها ها طب ممكن تكون لفوق اه بتصير بيتا طب كيف بدنا نحفظهم هاي الفة في اس بيتا تمام اذا الو اتش اذا الو اتش للاعلى تمام بتكون ايش بيتا بينما طبعا لاحظوا على الكربوني هاي اللي هون بتكون تمام اللي بتكون الكربوني رقم واحد بجميع المركبات القلوكوز والقالكتوز والمنوز بينما بتكون رقم اثنين بالكربوني الرقم فريكتوز تمام تمام الو اتش اذا كانت لتحت اذا كانت الو اتش لتحت بيكون عبارة مركب الفة كيف بدي احفظها فرضا انا عندي بيت طابق ارضي وبنيت بيت جديد فايش بحكي فوق بيتنا الجديد هاي فوق بيتنا الجديد واللي ظل لتحت ايش الفة فوق بيتنا الجديد تمام فخلص اذا الو اتش لفوق بتكون بيتا تمام فوق بيتنا الجديد اذا كان في عندي بيت وعمرت بيت جديد فوق هي فايش بصير احكي فوق بيتنا الجديد ففوق اذا الو اتش فوق بيتا بتكون طب شو ظل لتحت الفة تمام فهاي عبارة عن الفة في اس بيتا ستوري هاي قصتتم تمام تمام اها يعني الان هاي ممكن تكون لفوق طبعا ممكن تكون لفوق هاي الو اتش لفوق وهاي الاتش لتحت فقط على الكربون رقم واحد اما البقية اي ايش على اليمين لتحت اي ايش على اليسار لفوق طب هاي اللي صدمت بهاي صار في انت او اتش لفوق ولا لتحت اذا لتحت الفة اذا لفوق تمام تكون بيتا تمام فوق بيتنا الجديد حلو حلو طيب الان بدي اطلق اتطرق لفكرة بسيطة جدا بيجي عليها اسئلة امتحان تمام تمام اوكي طيب عفوا ارجع لورا ارجع ايوه اوكي شو اللي بدي يصير كالتالي هاي الفكرة اللي رح اجيبها لهون تمام فكرة سؤال اسئلة امتحان يعني تمام تمام شو اللي بدي يصير تتذكروا يوم حكينا انسوكم من هذا الكلام الان الالديهايد والكيتون شو الفرق بيناتهم سي دابل بوند او اتش تمام هاي بتكون الديهايد بينما سي دابل بوند او مرتبطين مع سي سي هذا بكون كيتون هذا الاشي منعرفه حلو حلو لو اجي على الالديهايد اضيف له ار او اتش شو يعني ار الار يعني كربون يعني مثلا فارضا اضفت له سي 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 مرتبطة بو اتش يعني انا بدي اضيف له بختصر هذول كاملين بي ار مربوطة هاي الار بي او اتش فانا بدي اضيف ار او اتش اها يعني ار حيث ار شين مثلا اوف كاربونز حلو حلو يجي ادي اربط هاي الار او اتش مع الالديهايد شو اللي بصير تكسر هذه الرابطة اها بتصير رابطة فرادة شو اللي بدي يصير هاي الرابطة الوحيدة رح تكتسب الار يعني رح تصير صح زمان يوم كنا ال او نكسر هاي الرابطة ال او فورا تكسب اتش طيب هون يوم نكسر رابطة ال او رح تكسب الار فرح يصير او ار طب بظل عندنا او اتش بترتبط بالكربوني هاي او اتش شو بدي استفيد بتحول المركب من الديهايد لاشي اسمه هيمي اسيتال طب ليش ما هي هيمي مثلا هون الكيتون يوم اعمل نفس العملية بتحول لهيمي كيتال ما هو كيتون صار نص كيتون يعني كيتون صار هيمي كيتال حلو طب هون ليش ما هو الديهايد هيمي الديهايد تمام الديهايد بيسموا بالعلم اسم اخر او هاي المجموعة اللي صارت اصبحت بسموه اسم اخر اه هiles الصار او الاسيتال فبصير اسمه هيمي اسيتال كيف نربطها الديهايد اسيتال اذا ايمي الديهايد ايمي اسيتال ما تخربطوا حالكم في عندي الديهايد في عندي كيتون هون اضفت له ر او اتش كسرت كسيرات الرابطة ال او تكسب الار بظل عندنا من هون او اتش هاي او اتش فكل بصير الشكل هاي سي هاي الأو صار عليها آر هاي أو آر وكتسبتون أو أتش هاي أو أتش وهاي الأتش ظلت مرتبطة وهاي الأتش والسي ظلوا مرتبطين مع هاي الكربوني هذا يسمو هيمي أسيتال طبع لو آج أضيف للهمي أسيتال أو أتش شو بصير؟ بصير إشي اسمه أسيتال يعني من الديهايد إلى هيمي أسيتال إلى أسيتال طبعا بجيبه بالامتحان شو صغة الأسيتال؟ خلال مصفحة تحديد اتباع تحديد مصفحة الهيميكيتال فرينا نعرف ابن إيش اسمه الكتون المصفحة الهيميكيتال الهيميكيتان نفس الاشي ربطه الهيميكيتال بكل بساطه اله بالظل موجوده الهيميكيتون الهيميكيتال ا thirty-one الترتبط بهاي اله وهي أو الح الودف وهي ظلت وهي ظلت وهي ظلت كامل عنكلarelحيfortable هو الح الودف كانت نbiesيمي أسيتال cinq أفزحين يتضطير الودف بيصير إشي يصبaatه أسيتال يعني الاسيتال بكل بساطة شو اللي صار هاي OR نزلت نفس الاشي H نزلت H C نزلت C الكربون المركزي نزلت الكربون المركزي ولكن الOH طارت مع الH عمله H2O والOR ظلت تيجي ترتبط مع هاي الكربون في OR بيجي بيجيب لك الالديهايد يتم تحويله إلى هيمي اسيتال عن طريق إضافة ROH طيب الهيمي اسيتال يتم تحويله إلى اسيتال عن طريق إضافة الROH ما هي صيغة الالديهايد C double bond OH مربوطة بC ما هي صيغة الهيمي اسيتال فقط بتضيف ROH هاي الOR بتصير وهنا OH هاي هي من الهيمي اسيتال طيب ما هو الاسيتال بتيجي على الهيمي اسيتال بتضيف ROH هاي الOH بتروح بتصير هان OR هاي الاسيتال هي OROR CH مرتبطين بكربوني الكيتون نفس الاشي C double bond O مرتبطة بC مرتبطة بC ضيف ROH بتكسر رابطة l-O مرتبطة بالR وبضيف OH O مرتبطة بالR OH وبتضلها هاي الC مرتبطة بالكربوني هاي الC مرتبطة بالكربوني هاي الC مرتبطة بالكربوني كيتون شو بدهصير هيمي كيتال هانا aldehyde هيمي الديهايد حكينا هيمي اسيتال كيتون هيمي كيتال لان الهيمي كيتال كيف داك تحولوا لكيتال عادي اربطه بROH هاي الOH مع الH بيطلع مع بعض بيعملوا بيظل OR هاي بترتبط بالOR شو بيصير OR مع OR C مع C مرتبطين بذرة مركزية C اها اذا هاي الكربونة تمام مرتبطة بC بC مرتبطة بC بC وOR من الاول وOH اعرفنا قصتها مع الROH صارت OR اذا OR OR مرتبطة بC هاي C مرتبطة بOR مرتبطة بC بC بصير اسمه كيتال كيف منحول الكيتون الى هيمي كيتال عن طريق ذرة الROH كيف منحول هيمي كيتال الى كيتال عن طريق ذرة الROH اعطيني صغة الكيتال طبعا دايما اذا طلب طلب منك الكيتال او الهيمي كيتال دايما بتبلش من الكيتون بتحكي C double bond O مرتبطة بC مرتبطة بC بدك الهيمي اسيتال ضيف تمام ضيف هذا الهيمي اسيتال هذا الهيمي اسيتال هذا الهيمي اسيتال تم Anita اضفنا لها مرتبطة بC تمام تضيف الهيمي اسيتال تضيف الهيمي اسيتال يقرره الهيمي اسيتل حلو حلو حكينا ال R هي عبارة عن chain كاربون كيف يعني مثلا يضيف اله chill يعني مثلا C مع C مع O H صح هاي عبارة عن R وهاي عبارة عن O H تمام هاي R و H شو اللي رح يصير هاي C H C هاي ال O X الرابطة وبتربط ال O بتربط مع ال R مين ال R هذور C C C حلو وهاي ال O H اللي ظلت بترتبط مع هاي ال C هاي O H اذا عرفته شو يعني O H C H O R هاي ما هي باعتبار لها إيش O R O R O H H C مرتبط مع C هذا هيمي أسيتال تمام تمام اذا عرفنا فكرة الأسيتال والهيمي أسيتال والكيتال والهيمي كيتال اللي أصلهم الديهايد و كيتونز طيب شو رأيكم أضيف نوتي بسيطة جدا النوتي بتحكي إنه إحنا كربونا رقم 1 كانت تهاجم كربونا رقم 5 1 تهاجم كربونا رقم 5 1 تهاجم كربونا رقم 5 ما الذي يمنع أن الكربون رقم 1 ترتبط بالكربون الرقم 4 لا شيء يمنع ولكن تختلف المسميات طبعا هي بسيطة مش مطلوب مننا نقعد نجرب كل إشي مطلوب مننا نعرف الشكل الحلقي لكل شكل سلسلي تمام تمام كيف نعرف نحولهم يعني إذا شفت هذا فورا فركتوس إذا شفت هذا فورا غلوكوس هذا غالكتوس هذا من نوس تمام وحكينا أن الألفا والبيتا اللي سميناهم أنومارز إذا لتحت ألفا لفوق بيتا تمام وحكينا عن الأسيتالديهايد والكيتون أو عفوا الأسيتالديهايد والكيتون كيف نوصلهم إلى أسيتال وكيتال ومهمين جدا بيجوا بأسلة الامتحان حكينا إذا الكربون رقم 1 ارتبطت به بيجاب وميتarkan الشكل الفكر اسمه حكينا أرجو einz بينما إذا ارتبطت الكربونه رقم 1 بالكربونه رقم 4 ما أرسمنا تمام بيجابه فورانوس تمام بي شكر فورانوس كيف تقيقو إذا ارتبطت الكربونه رقم 1 مع الكربونه رقم 5 فورانوس طبعا أنا مش عارف إذا كتبتها صح صراحة بايرانوز بايرانوز هلو هون فيورانوز تمام تمام فهي بس مجرد مسميات تمام تمام أوكي ترجمة نانسي قنقر